بالرغم من تقدم نسب الإنجاز في مطار كاركوكا الدولي لأن أبوابه لا تزال مغلقة بسبب مواجهة العديد من المعوقات والإجراءات الروتينية والإدارية من قبل الحكومة الاتحادية ما نراه هنا هو مطار كاركوكا الدولي لكنه حتى الآن خارج الخدمة رغم اكتمال المنشآت الخدمية واللوجستية صرح حيوي ينتظر افتتاحا رسميا إدارة المحافظة لوحت في حديثها أن هناك أطرافا تحاول عرقلة إعلان افتتاح المطار سيما بعد حصوله على الرخصة المحلية والدولية دقيقة المطار هو مشروع حلم لجميع مواطني كاركوك سيقدم خدماته لأكثر من مليون ونصف نسمة في المحافظة وقرابة المليونين نسمة للمناطق والمحافظات المحاددة لكاركوك المطار منجز بشكل تام فنيا وبعد استحصال موافقة سلطة الطيران المدني الموقرة الجميع يعلم حجم التحدي الكبير الذي يواجه البلد لكن بنفس الوقت الإدارة في كاركوك تتعرض إلى ضغوط الصورة هنا تعكس ما عليها عن استعداد المطار لاستقبال القادمين والمغادرين وهذا برج مراقبة ومدرج ينتظر إقلاع وهبوط الطائرات إدارة المطار دعا سلطة الطيران المدني لإعطاء رخصة العمل بعد إكمالها جميع النواحي الفنية والله كمطار هو جاهز كامل يعني من ناحية البرج اي تي سي عندنا المدرج جاهز صارات القادمون والمغادرون فالأمور الفنية كلها جد سلطة الطيران المدني ووافقت على كل الإجراءات مطار كاركوك جاهز كليا أمام إقلاع رحلاتها الداخلية والدولية في جميع النواحي للنواحي الفنية والإدارية وحتى الأمنية نناشد حكومة المركزية العراقية رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بإعطاء موافقة لإفتاحه ونعمل إن شاء الله أن يكون الإفتاح قريبا رغم الإعلان المتكرر لثلاث مرات عن قرب افتتاح المطار لكنها لم تتخطى غير النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهنا ينبري سؤال من يقف خلف منع عمل مطار كاركوك الأيام كفيلة بالإجابة وعلى ما يبدو أن التجاذبات والصراعات السياسية تلقي بظلالها على افتتاح مطار كاركوك الدولي فيما لو تم العمل به سوف يغير الواقع الاقتصادي للمحافظة من داخل مطار كاركوك الدولي حيدر الربيعي قناة الرابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة